الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بطلة كربل العقيل زينب السلام على قمر بني هاشم بالفضل عباس ورحمة الله وبركاته سيدي أبا عبد الله ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ضريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك ننشد السلام عليك معلنين الانتماء اليك مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وعلي محمد راب صلى على محمد وعلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وكفاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تفديله صدق الله العلي العظيم نقف جلالا وإكراما لقراءة سورة الفاتح على أرواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحز الشعبي المقدس وعلى أرواح الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق فلنقرأ لهم ولجميع شهداء محبي أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآلي محمد الله مصد على محمد وآلي محمد نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أظن الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وأنا صلي على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحارفوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونونا على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستغصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بظلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وحجران الشر وشكر النعم واتباع السنل ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنأي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللذيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين